السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا سنقول عاملين ايه وحشتوني قوي النهاردة هناخد حروف الجر ايه هي حروف الجر دي وبتعمل ايه في الجملة حروف الجر دي بتربط بين الكلمات وبعضها فين؟ في الجملة عشان ايه؟ عشان يبقى ليها معنى يعني من غير حروف الجر في الجملة انا مش هفهم الجملة بتقولي ايه تعالوا نشوف زي ايه مثلا عندي الكتب الحقيبتي انا كده فهمت حاجة؟ دي كلمة ودي كلمة تمام بنقدم لك احلى تحية واحلى سلام بنجر الاسم اللي ورانا ونكون كده تمام في تمام من وإلى عن وعلى في والكاف واللم والباء من وإلى عن وعلى في والكاف واللم والباء فاكرين الاغنية كانت بتقولي ايه؟ كانت بتقولي ان حرف الجر بتجر ايه؟ بتجر الاسم اللي وراه بتعمل فيه ايه؟ بتجر ايه؟ ايه ده دي بتجر اهو؟ طيب يبقى انا هقول على الكلمة اللي بعد حرف الجر دي هقول عليها ان هي ايه؟ اسم مجرور علشان ايه؟ علشان حرف الجر بيجر الاسم اللي وراه تمام كده؟ تعالوا نشوف مثلا جملة تانية بيقولي زهابت المدرسة فاهم حاجة؟ مش فاهم حاجة يبقى لازم اجيب لها حرف جر علشان يربط لي الجملة ببعضها وافهم معناها تعالوا كده نختار حرف جر هنختار حرف جر ايه من دول؟ زهابت من المدرسة؟ عن المدرسة؟ بالمدرسة؟ زهابت الى المدرسة شطار زهابت الى المدرسة يبقى انا هاخد حرف الجر الى وهودي عندي مين؟ عندي الجملة عشان يربط لي الجملة ببعضها وبكده بقت الجملة مفهومة زهابت الى المدرسة برافو يا سنقولة شطار واحنا قلنا ان حرف الجر بيعمل ايه؟ بيجر الاسم اللي وراه اوعد كنوا نسيتو هفكركم تاني بالاغنية احنا حروف الجر تمام بنقدم لك احلى تحية واحلى سلام بنجر الاسم اللي ورانا ونكون كده تمام في تمام من وإلى عن وعلى في والكاف واللم والباب من وإلى عن وعلى في والكاف واللم والباب يبقى قلنا حرف الجر بيعمل ايه؟ بيجر الاسم اللي وراه بيعمل ايه؟ بيجر الاسم اللي وراه وبينقول على الاسم اللي وراه ده ايه؟ بينقول عليه اسم مجرور شطار يا سنقولة تعالوا نشوف مثال كمان بكار كلنا عارفين بكار ولا لا بكار وحسونة بكار قابل حسونة اول ما قابله عمل ايه سلم هختار لها حرف جر ولا هقول بكار سلم حسونة في حاجة اسمها كده سلمه ايه يبقى بكار هختار له بقى حرف الجر ايه عشان افهم الجملة هم سلم من حسونة سلم عن حسونة لا بكار سلم على على مين على صديق وحسونة يبقى انا هختار له حرف الجر ايه على برافو عليكم يا سنة اولى تعالوا بقى نحلم مع بعض التمارين دي اختار حرف جر مناسب جايب لي كل حروف الجر هي بتاعتنا وجايب لي جمل كتير وعايزني اربط الجمل ببعضها بحرف جر طيب انا هعرف ازاي هفهم من الجملة قطعت الفاكهة نقط السكين سكين طيب انا لما بتكلم كده بقول انا قطعت الفاكهة بتاعتي بالسكين قطعتها بايه بالسكين يبقى انا استخدمت حرف الجر هنا ايه الباق شطار برافو عليكم يبقى هكتب هنا حرف الجر باق برافو طيب خالد نقط الاسد خالد من الاسد الى الاسد عن الاسد لا ولا اي حاجة من اللي انا قلتها طيب هو عايز يقول لي ايه انا هو عايز يقول لي ان خالد زي الاسد يبقى هاختر له حرف الجر الكاف خالد كالاسد خالد كايه كالاسد يبقى هنكتب حرف الجر الكاف كتبنا حرف الجر الكاف نزل المطر نقط السماء المطر هينزل منين من السماء يبقى انا اخترت حرف الجر ايه هنا من برافو عليكم نزل المطر من السماء برافو كده فهمنا يسا نقول ان احنا حرف الجر انا بحطه في الجملة علشان يفهمني الجملة دي بتقول ايه بيربط لي الكلام ببعضي في الجملة يلا نكمل ذهبت ونقط الحديقة مع اصدقائي مش فهم حاجة طيب انا ذهبت ونقط القطة انا شفت اطفال مسكين قطة بيعذبوها مثلا او بيشدوها من دلها فانا دافعت عن القطة انا دافعت عن مين عن القطة يبقى انا استخدمت حرف الجر ايه عن برافو عليكم اخذت الكتاب نقط صديقي انا اخذ الكتاب من مين من صديقي يبقى انا استخدمت هنا حرف الجر ايه من شطار وضعت اللحمة نقط الاسد تعالوا كده نجرب حروف الجر اللي عندي وضعت اللحمة من الاسد لا الى الاسد حاجة اسمها كده عن الاسد على الاسد فهو انا بحط اللحمة على الاسد في الاسد كالاسد للاسد برافو عليكم وضعت اللحمة للاسد الكتب نقط الحقيبة انا بشيل كتب في الحقيبة بشيلها فين في الحقيبة طيب انا اخترت حرف الجر هنا فيه لان انا ما ينفعش احط الكتب على الحقيبة او الى الحقيبة او عن الحقيبة انا بحطها جوة الحقيبة بتاعتي يبقى الكتب في الحقيبة وضعت الكتاب هو انا حطا كده القشكول بتاعي ده حطا فين؟ مش حطا على المكتب بتاعي برافو يبقى انا هاخطار هنا حرف الجر على وضعت الكتاب على المكتب شطر يا سنقول وكده يبقى عرفنا حروف الجر وحلنا عليها كمان ويبقى درستينا كده خلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا